بسم الله الرحمن الرحيم يا عزيزي طلاب الصف الرابع الابتدائي مرحبا بكم في قناة الدرس الانجليزي مع مستر عوض ربيع يارب تكونوا بخير في الاول بشكل من بتابع قناة الدرس الانجليزي مع مستر عوض ربيع واللي بشفنا الاول مرة ما ينساهش فعل الجرس واشتراف في القناة عشان ينصلوا كل ما هو جديد عايزين الفيديو ده يوصل الى اكبر عن الممكن من اصحابكم و اصدقائكم واللي بتحبوهم الكلام المين شريك الجميل والتعليقات واللايك والشير اختر اجابة صحيحة what not you do yesterday لاحظ ان كلمة yesterday من علامات الماضي الماضي الفعل المساعد معنا هيبقى dead رقم 2 they not their kites الطيارات بتاعتهم last week الأسبوع الماضي لاحظ ان كلمة last من علامات الماضي last week الفلاي ده هنصرفه في الماضي يبقى flu 3 my grandparents اجدادي not to visit us يزورونا yesterday بالامس لاحظ برضو ان كلمة yesterday من علامات ال past فالفعل كلمة come هيأتي في الماضي تبقى came رقم 4 what did you not as a party yesterday yesterday من علامات الماضي فالفعل مساعد معنا did وdid بيجراء الفعل فين في المصدر تبقى drink رقم 5 are you not a great movie فيلم عظيم last night الليلة البارحة في last night من علامات الماضي فالفعل watch انصرفه في الماضي يبقى watched رقم 6 grand bar and octobus اختبط last week end نهاية الأسبوع الماضي فلاحظ كلمة last week end من علامات الماضي فالفعل catch مصرفه في الماضي يبقى caught بعد كده معنا صفحة 48 السؤالة ولاني listen اسمع and the circle وضع دائرة على الكوريكت آسر اجابة صحيحة number one grand maa الجدة and the grand maa and the grand bar leave كيف عاشو بايزان river نه lake بحيرة سي البح oasis واحة سي بح رقم 2 the water الماء وزيب كان عميقا and green أقدر blue أزرق yellow أصفر pink وردي blue أزرق رقم 3 grand maa الجد قوت استادة أنواع خرص حصان كوب بقرة كاد قطة fish سمكة fish رقم 4 ويهذا هلسي لدينا ايه صحيح لدينا ايه تحلية لانش الغدا breakfast الافطار meal واجبة desert بعد كده معنا السؤال الرقم 2 choose the correct answer اختر اجابة الصحيحة number one bananas الموز and frozen yogurt الزباني المثلج are healthy هل سفش سمك سمك صحي ولا فش سم الخضروات ولا desert تحلية ولا desert الصحراء desert رقم 2 we know some old photos بعد الصور القديمة they were amazing كانت مذهلة see so see so seeing so sees يعني نلاحظ هنا هنا بنتكلم في صيغة الماضي عشان where لبالفعل see في الماضي تبقى song رقم 3 I had my swimming test لدي اختبار للسباحة يصر دي بالامس اي نواط 50 متر 50 متر لاحظ ان هنا بنتكلم في صيغة الماضي ففعل كلمة swim تبقى اسوام رقم 4 they sang ومغنوا انواط and felt وشعروا excited بالتحمص فش سامكة song اغنية دش طبع فوتو صورة song اغنية رقم 5 the day اليوم too long كم طويل جدا on the beach على الشاطئ yesterday yesterday فلاحظ ان كلمة yesterday من علامات الماضي فالفعل المساعد معنا هنا يبقى في الماضي walls يا وير دي المفرر ياخد walls رقم 6 I know my grand mother جدتي last week يعني الاسبوع الماضي لاحظ ان كلمة last week من علامات الماضي فالفعل المساعد معنا هيبقى هنا في الماضي تبقى visited هنصرفه كلمة visit تبقى visited بعد كده معنا سؤال رقم 3 read اقرأ completely complete the text with the word من خلال الكلمات اللي موجودة في البقس send مثل فش سمكة swim swim مسكة وصطادة excited متحمس my family my family my family spent a nice day يوم لطيف الاسبوع الماضي we swim سبحنا into sea water which was deep الذي كان عميقا and blue وازرق we saw رأينا lots of الكثير من الفش السمع and an octopus والاخطبوت ايضا grand bar الجد caught استاذة a big fish سمكة كبيرة which my grandmother made into a lovely dish عملتها في طبق جميل we were very happy كل الناس وعلاق جدا and excited ومتحمسين بعد كده معنا صفحة كام 49 read اقرأ and write وكتب the correct form الشكل الصحيح لما بين الاقواس we not last month شهر الماضي to dummy to dummy لاحظ ان كلمة last month دي من علامات الماضي فالفعل من قصين كلمة go يبقى في الماضي فعلي شهز تبقى went 2 where not you go last weekend نهاية الاسبوع الماضي لاحظ ان كلمة last weekend من علامات الماضي فالفعل مساعد معنا هي بقى هنا dead رقم 3 yesterday yesterday بالامس not a day to remember لكي نتذكره لاحظ ان yesterday من علامات الماضي فالفعل المساعد معنا هنا is تبقى was لانه مفرط رقم 4 I not my grand mark a daddy last week الاسبوع الماضي لاحظ ان كلمة last من علامات الماضي فالفعل المساعد معنا هنا visit فالفعل الاساسي نصرفه في الماضي بقى visited رقم 5 I not bake اخبز a cake yesterday yesterday من علامات مين الماضي البصير فالفعل المساعد معنا did نخليه didn't لانه don't نخليه didn't لانه في الماضي بعد كلا معنا السؤال رقم 5 بانكت ويت علامات الترقيم بداية الجملة معمولة مش هنعملها في هنا عند مسافة يبقى apostrof s وضمية طريق اسم مدينة رقم 2 بداية الجملة معمولة مش هنعمله ما فيش اي حياتان بقى ويتشا مارك علامة استفان بعد كلا معنا السؤال رقم 6 write a paragraph اكتب باراغراف من 18 كلمة عن اترب رحلة زسي رحلة الى البحر جابلك اسئلة زي where did you go اين انت ذهبت what did you eat وماذا انت اكلت how did you go وكيف ذهبت نقول last weekend لهاية الاسبوع الماضية we went to 2 ذهبنا الى اليكسندري الى اسكندريا ويسوام سابحنا الى سيف البحر which was blue الذي كان ازرقاه كان ازرق we saw وراينا الوطوفش الكثير من السمك we went to zero وذهبنا الى هناك buy bus بالاوتوبيس وبكلا انت هنا من حل وشرح الدرس الثاني من اللي احنا التمنى من كتاب الجيم من الصف الرابع الابتلائي باشكر كل من بتابع قناة الدرس انجليزي مع مستر عضربي